اشتركوا في القناة بابوش طويلة بيده مباشرة لفايس البادي والابتمس بشريك اضيحه بابوش بوغاش حجاج عنده الكرة حجاج تسديده حجاج يتحقى بالتنسيل لطارق بلق مولودية العاصمة والهدف والهدف الأول لصلاح مولودية هدف مباغت هذا أجمل هذا ما في المباراة المباراة هادئة فيها إلا هذا الهدف والملعب كله ينفجر هدف مباغت بالنسبة لفرق مولودية العاصمة بتسجيده من حوالي 25 متر يفعلها حجاج ويبتع باب التسجيل لصلاح المولودية بكيفية رائعة جدا المولودية العاصمة تبتع باب التسجيل بتسجيد الحجاج كان مباغت ولا الواحد كان يتوقع بأن حجاج حجاج سيسدد والملودية ستبتع باب التسجيل بهذه الكيفية رائع جدا هدف حجاج لصلاح مولودية العاصمة وما عدا هذا الهدف ليس هناك شيء وما عدا هذا الهدف وهذه الصورة الرائعة التي نعيشها في المدرجات رائعة ورائعة ورائعة هذه الصور يا فريد إن أمكن صور فرحة فريق مردية العاصمة في المدرجات كلون الملعب في ضد قيقة هدف مقابل فرحة لصالح مردية العاصمة أو لا 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 حجاج يباغت الجميع خضيل بروعة يباغت الحارس زي غموش من بعد حوالي 25 متر بتبتد مباغتها مولدية العاصمة هدف اتحاد العاصمة سفر الآن المباراة تطلق الآن المباراة تصبح أحلى وأجمل وأحسن وأروع بالنسبة للمشاهدين وتصبح متعبة جدا بالنسبة لللاعبين لا نشاهد شيئا فوق أرضية الميدان المعركة متواصلة والمولدية متفوقة بأدف قابل سفر أمام الاتحاد نهاية الرابع الذي يجمع بين الفريقين وانتلقى من هناك الزرحة مردية العاصمة هايلا من بوغاش لفادي وتروح التماس هايلا من بوغاش لفادي وتروح التناس نار هو تحرم أنس من قلات هو تحرم نسبة الملوك بطبع الهدف ما يعنيش تحرر لكن احنا كنا راح نديروا تغيير هجومي بإدخال سي دي بي مع باداش ليعطاء نكهة هجومية أكثر في الفريق تعناه الحمد لله قبل ما نديروا تغيير جال هجف هذا الجاميل مثل ودي الحجاج إن شاء الله نقدروا مركزين 15 قائق هذه اللعب ستكون صعبة جدا هذه الدقائق على خريق مرودية العاصمة لذلك أشاهد بأن المرودية لا تريد أن ترجع إلى الخلف لا 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 هدف رائع رائع جدا من فودي الحجاج قلت الخمسة أو العشر الدقائق ستكون صعبة جدا على المرودية لأن ربط الفعل راح يكون من جانب فريق التعادر العاصمة بقيادة عمار عمور